بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نورو المعلومية الدرس الجديد أولا قبل أن أبدأ في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا لا تنسى الضغط على زل الاشتراك التفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد يعني جميع التطبيقات التي يتحدث عليها تقوم بتحميلها أسفل الفيديو من موقع مستر نورو للمعلومات التطبيق اليوم جميل وجد رائع حيث منه تستطيع أن تعرف أي شخص أراد أن يسرق هاتفك من جيبك أراد أن ينزع للشاحن من هاتفك أراد أن يأخذ هاتفك من مكان أن توضع فيه أشياء كثيرة سوف تلاحظه في هذا التطبيق الجميل والذي يكون يعني بسيط جدا في التعامل معه بعد تحميله كما أخبرتكم أسفل الفيديو والدخول إليه تجد بعض المعلومات عليها مثلا سوف نجرب الأولى ما ينكن توضع هاتفك في جيبك في مكان آخر وأراد أن تجربها ليستطيع أي شخص أخذه أم هكذا نضع الهاتف في الجيب إذا أراد أي شخص أخذه من جيبك اسمع ذلك الصوت بعدها مباشرة تعرف ذلك الصوت الذي أراد أن يأخذه يعني وتستطيع إرجاء هاتفك طريقة ثانية أيضا خاصة بالشاحن حيث ما ينتقوم بوضع هاتفك على الشاحن تختار الخيار الثاني الذي يخبرك أي شخص كثير من الناس يقومون بنزع الشاحن من هاتف الناس واللي شحن هاتفي وذلك الشخص يكون هاتفه يعني ضعيف الشاحن مباشرة يستعمل لطريقة ما إن شخص ينزع الشاحن سوف يسمع ذلك الصوت الجميل الذي تحدثنا عليه خيار ثالث خيار أيضا يكون بالمفمو أو تحريك الهاتف فقط سوف يصدر إزعاج كبير أن توضع هاتفك في أي مكان هكذا ما إن يقوم بت يعني لقى التقاقه من الأرض فقط اسمعه ولا يتوقف حتى أن تقوم بالدخول إلى التطبيق وإقافه كما لاحظت مع أخي الغالي أما بالنسبة للخيار الأخير يكون عن إصدار تنبيه عندما تقوم بشحن هاتفك إلى 100% يعطيك تنبيه لتقوم بنزع الشاحن هذا هو التطبيق الذي أردت التحدث عليه أيضا يوجد عليه كلمة الإعدادات من هنا إذا أردت الدخول ورأيت بعض الإعدادات التي تكون فيه مثلا إقاف الفيبريت إذا في الاستعمال الأشياء أخرى تستطيع استعماله منه أتمنى منكم أنه قد نال إعجابكم هذا الشرح لو نال إعجابكم لا تنسوا نشره حتى تعمل فائدة بيننا وكما أخبرتكم فيه والحلقة لو كانت لك أول مشاهدة لقناك مستر نور المالوية لا تنسى ضغط على زر الاشتراك تفعل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد حتى الآن أنتهي من هذا الشرح سوف أضرب لكم مبعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة اشتركوا في القناة